سلام المسيح مشاهدين برحب بكم في برنامج المرأة المسلمة حلقتنا النهاردة بعنوان قاتل نوها سالم في هذه الحلقة حنتحدث عن القاتل الحقيقي للدكتورة نوها سالم وإيه ملابسات الحادث والغدر بيها بهذه الطريقة وأيضاً حنتكلم في موضوع بمناسبة الحج والعمرة يعني حنتكلم عن موضوع أو نوع غريب من العمرة علشان نشوف هل يليق أم لا يليق بكم وبالله وبعد كده في فقرة عن المرأة والطفولة ونختتم رسالتنا اليوم برسالة العابرين بعنوان أنا لست مرتداً وإحنا بتدينا نعمل فقرة العابرين دي حتكون جزء من برنامج المرأة المسلمة في كل حلقة في اسمي يا سوع أسئلتكم وشهادتكم تساعدني في أني أكتب الرسالة المناسبة للوقت اللي إحنا فيه أو رسائل خاصة أحياناً ليكم خلينا نروح بقى لقصة الدكتورة نوها سالم الدكتورة نوها إنسانة أولاً قبل ما نتكلم عن قصتها كان لها حق الحياة والتفكير والاختيار والتعبير تعبر عن اللي بتعيشه واللي بتفهمه واللي مقتنعة به وتعيشه بحرية زي ما هي عايزة إنسانة كان لها حق زيها زي أي حد فيكم النهاردة وده أولاً أنا النهاردة حابة إننا ننظر إليه قبل أن نقدم أحداث حياتها وقتلها عنفاً وغدراً بهذه الطريقة البشع فما فيش حق لأي إنسان في الدنيا إنه يسلب حق الحياة من أي حد يسلب حق الحياة من حد لأنه بيخالف أفكاره أو بيسببه قلق لأي سبب من الأسباب لما بنشوف الناس بتقتل على الهوية أو بسبب الدين أو بسبب العار أو بسبب الشرف أو أياً كان حد بيقتل حد عشان أنت مسبب لي قلق مخوفني عن مجتمع مخوفني على عيلتي مخوفني على نفسي وهكذا ده مش من حقك لأي سبب من الأسباب لأن للحياة حرمة هذا الإنسان خلق الله لسبب ولأنه أحبه فالنهاردة لما نتكلم عنها برجوا إنكم تسمعوا من منظور إنساني بحت وبعدين نبص بقى لكيف يتعامل المجتمع الإسلامي عامة مع المخالفين ليه في الفكر والتعبير الدكتورة نوها طبيبة بشرية كانت مسلمة ملتزمة منتقبة اتنقبت في سن صغير يعني تأثرت مدرسة لها وانتقبت وتزوجت راجل إخواني متشدد وبقت أم لتلات رجال متدينين متشددين أيضا على حسب ما سمعنا أنا لا أعرف عنهم شيء لكن بعد بحث وقراءة ومشوار 25 سنة في زواجها اللي كانت بتقول إنها فيه كانت بتحب جزها جدا يعني ولكن اختلاف الأراء والديانة هو اللي قصر هذا الزواج قررت هي إنها تخلى عن نقاب وكان عندها أسئلة كتير عن الإسلام وابتدت تبحث وتقرأ وقررت إنها تعيش بطريقة مختلفة غيرت رأيها هي حر غيرت رأيها كتبت كتاب اسمه لماذا خلعت النقاب اتطلقت من جزها وبعد كده بقت ناشطة اجتماعية وبيئية معروفة أيام الثورة في مصر أنا بتكلم عموما كده على مصار سنين من عمر هذه السيدة وعملت حملة اسمها كانت معروفة أو اسمها نوها ما ترميش في الأرض عايز أقول لكم حاجة أنا لفتت نظري الحملة دي الستة دي كانت بسيطة ومستنيرة وابتدت بنفسها فسمت الحملة نوها ما ترميش في الأرض عشان مصر تنضف عشان الناس تتعلم ما ترميش أكل في الشوارع ولا زبالة في الشوارع والناس تبتدي تعيش بأسلوب حضاري أفضل ولكنها أيضا كانت بتقول ما ترميش أفكارك ما ترميش إرادتك ما ترميش فكرك ما ترميش حياتك ما ترميش الناس اللي بتحبيهم كان عندها ما ترميش حاجات كتير عيشي بإيجابية عيشي أو عيش للتنين بعقل وفكر له اتجاه مستنير له إرادة شخصية أنا عجبتني حت فكرة أنها بترميش في الأرض دي لأنها أولا سمت الحملة دي بإسمها هي عشان تبتدي بنفسها زي ما قلت كانت مستنيرة لكن ده استقبل بغضب شديد جدا من المجتمع المصري ومن أسرتها مش الحملة لكن اللي استنارة في الفكر عموما وإنها كانت بتقول إنه الله لا يتكلم وإنه الأديان جميعا من صنع الإنسان وهكذا عايزة أقول حاجة يعني هي قالت إن الإنجيل أيضا كتبينه بشر وإنه مش كلام الله وإن الله لا يتكلم وده يخالف عقيدتنا تماما ولكن ما يدايقنيش ما يدايقنيش منها يدايقني عليها يخليني يصللها يخليني يهتم بيها ولكن الأمر اللي ما بينقلب عند الإسلام بيبقى الموضوع مختلف تماما خلينا نشوف كده مع بعض في موقع خاص بالأزهر في عنوان في مقال كده اسمه أولا الموقع اسمه اتحاد العالم الإسلامي وتشوف كده على جنب هتلاقي إيه الأزهر الشريف شايف الأزهر الشريف ايه على الناحية الشمال لو انت بسس للتلفزيون في موقع برعاية الأزهر مكتوب كده العنوان كتاب لماذا خلعت النقاب كانت نهايته مقتل طبيبة مصرية مصرعة طبيبة مصرية سوري ده العنوان والمقال بقى يعني هم بيقرروا إن الكتاب هو المدخل هو السبب هو السكينة الأولى اللي طعنت هذه المرأة حتى الموت اسمع بقى إيه اللي كتب في المقال أنا حقرار لكم جزء كده بيقول كده إنه حقرار لكم أجزاء المهمة فيها بس بيقول إن أسرتها تنتمي لجماعة الإخوان وكان زوجها وأبنائها متشددين للغاية ده كلامهم هم بيقولوا كده هي بعد كده بيقولوا عنها إنها بعد بحث مطول عن حياتها كشف عن صراعتها العميقة مع أسرتها والتي مهدت الطريق للنهاية المأساوية التي لقتها فقد ترك كتابها المثير للجدل لما إذا خلعت النقاب بصمة واضحة على حياتها وعلى الصراع الدخلي الذي عاشته بين العقل والمعتقدات الدينية فبيقول إنه ده سبب صراع ولكن أيضا سبب إنه الأسرة يمكن يكون لها يعني يد في نهايتها به السيدة ما قالهاش صراحة لكن هو بيقول إنه هي جاء من أسرة متشددة فالرد ده هيكون إيه يعني وكان الكتاب الذي كشفت التحياريات الأولية إنه من المرجح وسبب مقتلها دي جملة كده اعتراضية في النص هي كتبة فيه إنه إلى أختي الصغرى المهاجرة في كندا وكتبت رسالة لابنها والأبنائها والزوجها اللي كانت بتحبه وكل ده فدي جزء من الرسالة بيقول وكان الكتاب إلى أختي الصغرى المهاجرة في كندا والتي تصمم على ارتداء الحجاب وعلى تنشئة أولادها الثلاثة على التقوص الدينية غير العقلانية وإلى أبو أولادي وزوجي السابق الإخواني الذي ضحى بعشرة وحب طيلة 25 عام زواج وكفاح مشترك على الحلوة والمرة وأحال حياتنا الزوجية جحيما لا يطاق لأنني تحولت إلى العقلانية وانتهت قصة حب طويلة بسبب الآية ولا تمسكوا بعواصم الكوافر وتضمن الكتاب تسع فصول جاءت أبرزها أبرز عنوانها مفيش جبريل ومحمد عبقري ومبدع لكن ليس رسول الله الرد على الإعجاز العلمي في القرآن سيرة ذاتية ومساوئ الحجاب كما بيّنت منشورات وأراء نوها سالم على مواقع التواصل الاجتماعي جزء كبير من معتقداتها وشخصيتها والتي اعتقد الكثيرين أنها كانت السبب في النهاية المأساوية التي لاقتها أنا يعني عايز أقول إليكم القاتل الحقيقي للدكتورة نوها مش كتابها من كرهوا أنها تعبر عن نفسها من كرهوا مقالته عن الإسلام الدكتورة نوها ما قالتش حاجة إحنا ما بنقولهاش مثلا عن الإسلام ما قالتش حاجة المستنرين النهاردة في العالم كله بيتكلموا فيها عن الإسلام ولكن لأنها امرأة ولأنها تنتمي لعائلة إخوانية متشددة الكل عارف أن هم أو الإخوان أو أي مستمتشدد هم الوراء ده ولكن أرجع أقول لما بقول إليكم القاتل الحقيقي للدكتورة نوها الناس اللي بتتكلم كده الأظهر اللي سامح أنه فيه مقال يخرج بهذا الشكل أولا التحقيقات لم تثبت مين اللي قاتل الدكتورة نوها إزاي بتكتبه حاجة زي كده وتقوله أهو أدي تحذير عشان خرجت عن الدين أدي ده اللي حصل لها لأنه هذا هو حكم هذا الدين على الخارج عنه المرتد يقتل مش كده هذا هو الفكر الذي قتل الدكتورة نوها الدكتورة نوها مش بس الراجل ده اللي تكلم عنها مش الأستاذ اللي كاتب المقال ده أو ده فيه بقى عدة مقالات على هذا نفس الموقع عليه وعلى هذا الحادث ولكن الميديا اللي تكلمت عن قتلها من كل الإسلاميين هتشوف هحطلكوا دلوقتي واحد منهم بعد شوية يعني التشفي والغل ويعني إزاي بقى يعني ربنا شفق لوبهم بمقتل هذه السيدة بالبشاعة اللي قتلت بها هؤلاء من قتلوا الدكتورة نوها أنت مسؤول عن كلامك اللي بيحرد الغير وكذلك إله القرآن مسؤول عن كلامه الذي يحرد المسلمين على الإرهاب في ناس يتقال عليهم كده صناع حياة مش بنسمع هذا صناع الحياة دائما لهم فائدة لهم يعني منحة في مساعدة الغير يعطي حياة يزدكم بركة الكلام في الكتاب المقدس يعطي حياة مثلا لكن دول نقدر نقول عليهم أنهم خطاف الحياة دول شغلتهم أنهم يخطفوا حياة المخالف الله ينظر والله يرى وكل واحد عمل حاجة ضد الستة دي قدت إلى قتلها بهذه الطريقة البشعة سيعطي حسابا أمام الله أنا حزينة عليها جدا لأنها لم تعطى فرصة الدكتورة نوها راحت تركيا وبيقولوا عليها أنها اتجوزت بيقولوا أنها اتجوزت لا هي فعلا اتجوزت واحد راجل أصغر منها في السن بعد كده اكتشفت أنه اتجوزها علشان يعني ما كانش عنده فلوس وفكر أنها هتساعده ما عرفش إيه اللي حصل ولكن اختلف ومشي ومشي الراجل وسبحه نو الناس بتقول أنه طب يمكن الزوج هو اللي قتلها أولا طريقة قتل هذه السيدة بالطريقة البشعة اللي يعني لو فيه أطفال موجودين لو سمحتم ما يسمعوش اللي هقوله اتخطفت اتحلق شعرها اتنزعت دوافرها اتطعنت سبوها مرمية عريانة مين يعمل كده حرقوا الشهة بمادة كوية مين يعمل كده أكيد مش الزوج ده يعني مثلا هو ما كانش بيعذب عشان تقوله على الكنز وأكيد السلطات التركية يا وجدته يا حتاجده يعني لكن هو مش هيعمل كده يا لو قلنا ان هو مسلا نشوش وشها عشان محدش يعرفها ده هي في تركيا محدش عارفها أصلا فمن قتلها بهذه الطريقة البشعة كان قتل تعذيب وانتقام اسلامه وتسلامه عارفين لما كانوا يعودوا يعذبوا المسلمين علشان يرجعوا للجهلية دلوقتي المسلمين اللي بيعذبوا الناس عشان يرجعوا للإسلام أو عشان انتقم منك الإلهي الإسلام انت تكلمت عن نبي انت ثبت النبي هتموت هتموت حتى لو توبت مين اللي بيعمل كده الدواعش الإخوان السلفيين الناس يعني عايشين بهذا الفكر وبعدين يعني عايزة أقول حاجة الدكتورة نوها لم تظهر بصورة كبيرة قوي إلا من عشر سنين لما عملت حلقة صادمة للمجتمع كله مع ريهام سعيد الناس دول من عشر سنين وهم بيتتبعوها أولا ما كان لهاش ظهور على المنصات التواصل الاجتماعي مثلا على اليوتيوب مثلا ما كان لهاش حاجات كتير هتلاقي لها بعض مقابلات هنا ولا هنا ولكن هي كانت هتبتدي تعمل يوتيوب قالت كده في آخر فيديو هي عملته قبل ما تموت كانت بتقول إنها هتعمل قناة خاصة بيها وتبتدي تتكلم عن أفكارها وطبعا ده كان يعني دافع آخر لكن هما كانوا عارفين إنها موجودة في تركيا لإنها حطت على الإنستجرام بتاعها أنا موجودة في تركيا واللي عايز يشوفني أدي تليفوني فأكيد اللي متابعها هي كانت نشطة على الإنستجرام وبتكتب على الفيسبوك وحاجات زي كده لكن يعني ما كانش فيه صادة واسع اللي بتعمله علشان تركزوا عليها التركيز ده ليه؟ هي كانت لسه حتى تبتدي في يوتوبر إخواني اسمه ماجد عبدال أعتقد حلقاته اسمها حقيقة الحقيقة ومش عارف إيه وبيعمل حاجات على السينما الماسونية ويعني إخواني قح وظلامي النظرة بشكل غير عادي يعني ما تقعد تسمها وتتخنق عمل إيه بقى؟ حط عنوان الحلقة بتاعته تفاصيل وراء قتل ريهام سعيد لطبيبة مصرية لأن مقابلتها مع ريهام سعيد هي كانت الطلعة الأولى اللي خلت الإخوان والجميع يبقوا مترصدين ليها ويهددوها وكانوا دائم التهديد لها في خلال العشر سنين كلها داخل بقى فحوة الحلقة اللي هو عملها دي معرفش تقريبا يعني خمسة واربعين دقيقة ولا حاجة زي كده أكتر يمكن كانت كلها يعني تشفي وتهزيق الوحدة ماتت دي وحدة ماتت طول الحلقة يقول لها يا نوها ويهزق فيها ويقول لها يا أنت هتدفعي التمن ودفعتي التمن عارفين موضوع التشفي ده بنشوفه كتير عند هؤلاء يعني أولا مش كل المسلمين بيتشافه في الناس لكن هؤلاء من يقودوا فكر المسلمين أنه يجب عليك التشفي ولا تترحم ولا كل الكلام ده مش كده لكن الغريب في الأمر واللي عايزاكوا تنتبهولو أن أبناءها منكم يا عديم الإحساس يا ممتلئين بالغل والقراهية اتعلمتوا منين ده من هذا الإله اللي فصل بين الأب وابنه إلى حد القتل إن الأب يقتل ابنه أو الابن يقتل أبوه أولادها بيسمعوكم اللي أنت ممكن تكون هتقعد معها في قعدة إخوانية حميمة وتكون من نفس الجروب بتاعه إزاي تتجرأوا وتتكلموا على أمهم بهذا الشكل يعني لا قيم إنسانية ولا مبادئ أخلاقية أنتو بتتكلموا على لسان إله الإسلام ولغته الإرهابية اللي تعلمتوها وبتتكلموا بيها طول الحلقة مش هو الوحد ولكن آخرين كثيرين لازم نعود للإنسانية للفعل وولادها دول اللي بيسمعوكم أمهم هي اللي ماتت مش الست اللي ارتدت هي أمهم اللي ماتت بهذه الطريقة البشع وإنتم ما نتوش معددين في أي شيء إنتم كذبة خلينا نشوف بعض أراءها اللي تسببت في المشاكل الكبيرة دي وخاصة يعني أنا في رأيي دا كان من أحسن المقابلات اللي عملتها سواء هي أوريهام سعيد يعني لكن لأسباب كتيرة وإحنا يعني لما حصل ده من عشر سنين حطناه واتكلمنا عليه لكن النهاردة بنشوفه بمنظور آخر حزين جدا مع الأسف خلينا نشوف لكن بتقولي إن ما فيش قرآن كريم أنا بقول المحمد كتب القرآن بس هو اللي قال في القرآن وما فيش حاجة اسمها وحي وما فيش جبريل الست دي ما كانتش الأولى ولا الأخيرة اللي قالت كده لكن يعني رد فعل ريهام وصدمتها على طول الحلقة يعني كان فعلا من الأمور الصدمة للمجتمع والناس اللي بيفكروا زي ريهام يعني إيه محمد رسول الله طبعا وأنت إزاي تقولي كده والقرآن وجبريل والملايكة حتى في جزء من الحلقة بتقولها إيه طب طب والجن يعني أنا مش موه تمة بالجن أتلع يعني يعني وأنت بتقولي ما فيش جبريل يبقى ما فيش جن فأتلع الجن جبريل مفروض إنه ملاك يعني في القرآن حتى يعني ده يبين إنه الناس مش فهمة جبريل ده جن ولا ملاك لا هو كان جن فعلا هو كان عفريد فعلا هو كان روح شريرة فعلا ما تلامس مع محمد وما أعطى رسالة لمحمد كان روح شر بس الدكتورة نهى في الحقيقة كانت امرأة شجاعة جدا إنها تطلع في هذا الوقت وتتكلم بهذه الطريقة وتعبر بهذه الطريقة خلينا نشوف الفيديو اللي بعد أنت مش محجبة لا أنا مش محجبة أنت حطة ده بس أنا حطة ده عشان أنا متعمدة طبعا أخفي اسمي وأخفي شخصيتي خوفا على حياتي مش عايزة تقتل زي فرق فودا وطبعا مراعاة للشعور أسرتي متدينة جدا جدا وطبعا مش عايزة أجرح شعورهم لما بتكلم في حاجات خاصة بالأديان بيزعلوا فأنا مراعاة لشعور أسرتي الإنسان يعني اللي مش مهتم وعايش على مزاجه مش هيراعي أسرته يعني كان ممكن تطلع بوشها دي من ناحية من ناحية الأسرة لكن من ناحية المجتمع هي ما كانش تقدر تطلع بوشها لأنها تتقتل وعارفة أن أي حد هيشوفها في الشرع حقتلها مش بس الإخوان والسلفيين لا خلاص ده بقى فيه يعني ضعاف النفوس والعقول أيضا اللي شايفين أن أي كلمة تقال في رأي خاص زي ما الحملة الغبية اللي موجودة دلوقتي على مؤسس التكوين الناس الشيوخ والسلفيين والعبدالله رشدويين والأزهريين طلعين يعني فيه نباح و يعني هستيريا على موضوع تكوين لماذا تفكر حرام عيب إنه خروج على الدين إنه الثوابت من الدين فلو كان ده حصل كانوا هيعملوا فيها نفس الشيء شوف الفيديو الأخير ده هو المقطع الأشهر ليها لكن أنا أضفت لي كلامها عن مين اللي بيهددها وإيه اللي هيحصل له يعني كنت هنبزت قوي لو أنت وش مغطية لأ أنا مغطية حفظا على حياتي إنت عايزة أطلع من هنا أتضرب بروسسة زي فرق فودة آه آه عايزيني أموت إيه يعني مش جاهد في سبيل الله لا جاهد إيه أنا مش بجاهد في سبيل الله شكرا للي عايزة أنقذ الوطن آه أنقذ الوطن بس مش عايزة موت مش عايزة أتقتل زي فرق فودة أكيد مش عايزة موت ومش عايزة أضرب في إيدي زي نجيف محفوز ومش عايزة يعني يعني طبعا أهلي بيزعلوا المجتمع أنا بحتفظ مع أهلي بال بالعلاقة الإنسانية أترذر يا عمسي طبعا إيه طبعا ريهام سعيد ما بقاش عندها حاجة تقولها لأنها كانت مصدومة طول الحلقة هي مش عارفة تتعامل مع ده وعندما لا نستطيع الفهم ونقول بقى أنت خرجتي ودستي على المقدسات ومش عارف إيه تشوف النظرة اللي ريهام سعيد بتقول لها أنت عايزة أموت أتلا أه عارف ليه عشان بيتسجل هنا هي مش عشان تقولها في سبيل الله الست بتقول لك الله ما بيتكلمش الله مش عارف إيه ما فيش حاجة في سبيل الله رفضت الإسلام كل تقول ليها هتموتي في سبيل الله هي كنت قلت لك إنها بتعمل كده في سبيل الله ولا كانت بتتكلم على استنارة المجتمع والناس في حتة القادي بالنظرة الميتة اللي شفناها في عينين ريهام سعيد هي كتقول ريدي حكمت عليها إنها مرتدة ريهام سعيد في حلقات كثيرة كانت بتقول أيوة تطبيق الشريعة لو الشريعة تطبقت في مصر أنا معاكد ده أنت هتتجلدي وتتسلخي وتتضربي وتتحجبي وما تطلعش على تلفزيون وبنتك مش هتتعلم ولكن يعني الديفالت ده عارف لما الكمبيوتر يقلب يروح راجع لل للقصل اللي مكتوب فيه الأول أنت تكون غيرت عملت فيه حاجات ده أدخلت عليه الحاجات وفجأة كده النور يطقطع تروح راجع الديفالت مين المسؤول مين اللي يستطيع أن يقوم بعمل إرهابي مجرم كما حدث معها قاتلها هو من خرب حياتها وزواجها بقول لا تمسكوا بعصم الكوافر وهو من أمر بقتل المرتد وترك تراث مليء بالعنف والقتل والإرهاب ضد المخالفين في الفكر والعقيدة والرأي والمذهب وحط بقى تحت الفكر والعقيدة والرأي والمذهب والكلام ده كله حط آلاف ومئات من الأسماء اللي قتلوا بسبب الخلاف قاتلها هو الفكر الإسلامي مش ريهم سعيد ولا غيرها ريهم سعيد أيضا ضحية من ضحايا الفكر الإسلامي عشر سنين هؤلاء منتظرين الفرصة علشان ينكلوا بيها وهي قالت في لقاءها الأخير أو الفيديو الأخير اللي عملته إنها بتتهدد دايما يعني وحتى لو لم تكن ظهوراتها كثيرة هي قالت في الآخر إنه هتفتح يوتيوب علشان كده أصبح قتلها مهمة رسمية عايز أبشركم إن الإسلام كشف للعالم كله ومهما قتلتم حيبقى عمل الله يكشف كذب الشيطان ويتيح الفرصة للكل لمعرفة الإله الحقيقي لأن هذا هو قلب الله بصلي من أجلكم ومن أجل عائلة الدكتورة نوها بالذات إخوتها وولادها إن الله يملأ وأحفادها أيضا في اسم يسوع إن الله يملأ قلوبهم بالرحمة ويفتح أعينهم على بشاعة القاتل اللي تسبب أن تقدر أمهم بهذه الطريقة فعلها محمد ويفعلها أتباعه فلا تكونوا منهم بصلي من أجلكم وبصلي شفاء لقلوبكم حتى لا يتمكن الشيطان من قلوبكم بصورة أفضع وأكبر وعندين نبقى بقى ننحس بقى أقف عند الحتة دي وننتقل بقى إلى جزء أخف شوية من الحلقة وهو إحدى البدع الإسلامية الشرعية جدا شرعية جدا بتتعمل لأنها شرعية بيزنس العمرة بالنيابة حد يبقى عايز يعمل حد عنده ميت عايز يعمله عمرة عشان ياخد حسنات خلينا نشوف الفيديو اللي جاي دا الحمد لله إنه ربنا جمعنا هنا في درس زي دا وتحفوا الملائكة دلوقتي فعاكم إنه في أينجز روند السنة لأ أنا أسفا خليني من الفيديو دا لأنه واضح إنه في صوتين شوف هو بيقول أنا فلان الفلاني وأنا بعمل عمرة عن الميت وأدعيله في الكعبة بقى وليه بقى حسن السواب لكن بيعمل كده بأجر وتلاقي بقى على التويتر المنزل فيه دا هتلاقي لينكات لشيوخ بيقولوا إنه العمرة بالنيابة عن حد دي جائزة وهي حسنات وثواب للميت زي سبيل مية كده برضو وبعدين يروح عامل يديهم بقى يبعت لهم فيديو اللي هيعملوا بعد كده خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده أنا مش عارفة ليه الفيديو مش عارف مش عارز يشتغل لكن بسم الله الرحمن الرحيم لبيك اللهم عمره اللهم إنها عن المرحوم محمد بن علي بن عبدالله وليس بيقول اسم اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه وفسيح جناته بسم الله بدأت الطواف بالمرحوم بإذن الله محمد بن علي بن عبدالله ورحيد مش عارف بث مباشر من الدعاء للميت عايزة أسألكو عن حاجة الإنسان اللي بيقدم عمل لله أولا مفهوم إنك تقدم عمل لله ده في المسيحية مش بنفس المفهوم الإسلامي لأنه الله يعلمنا في الكتاب المقدس إنه الأعمال هي ثمر للإيمان فالإيمان بالمسيح وبتعليمه وبخلاصه وبروح القدس اللي ساكن فينا يثمر فينا عمل جيد صالح مفيد للبناء للشفاء وهكذا أوكي ف يعني وهذا العمل يكون بالإرادة لازم بإرادتي أنا أرفض الخطيئة لازم بإرادتي أنا أعيش كويس لازم بإرادتي أنا أعطي مجدا لله في كل ما أصنع لازم بإرادتي أنا أبعد عن كل ما يعقني عن المسيرة مع الله هو ده اللي عند الله يرى على إنه قداسة حياة نعيشها معاه يعني ما ينفعش إن أنا أولا المسيحية ما فيهاش عدد حسنات مثلا لإنه مهما قدمت مهما صنعت مهما أعطيت لا شيء يعلو على الخلاص المعطى ليك من الله أنت ما عندكش حاجة تقدمها إلا حبك لله الحقيقي والحياة المقدسة فيه فالقلب والإرادة يعني لازم يكونوا اللي اتنين حضرين لا قلب ولا إرادة للميت أديكم مثل مثل كويس يعني لو جوزك اتخانق معك شتمك وبهدلك وضربك وعمل كل العمال وإنت إذا علانا مش طيقة تشوفي وشه وطلب الطلاق مثلا يقوم أخوكي يخلي جارك يروح يشتري لك ورد ويكتب لك كارت اعتذار وجوزك ما عندوش أي فكرة هيكون رأيك إيه يرجع جوزك وهو على حاله قليل الأدب ويعنفك وجارك يفضل يشتري ورد هتسامحي جوزك سؤال الراجل يضربك في البيت والتاني ده اعتبروا إن الجوز ده هو الميت لأنه قلبه وأخلاقه ميتين والراجل جارك اللي بيبعث أخوكي عن طريق مرسيل عملي يشتري لك ورد هتسامحي جوزك ولا تحبي جارك أنا بش عارفة بصراحة بالعقل كده ربنا ما بيدحكش عليه كل إنسان مسؤول عن قلبه لأن الله يريد طاعته ومحبته بالإرادة الشخصية هو بيحبنا وعايزنا نكون على العلاقة معاه العلاقة الإنسانية الإلهية الاتنين مع بعض بتكون متكملة بإرادتي يا رب أعلم ما صنعته وما قدمت من أجلي أفهم يا رب بالروح إن أنت قدوس وعايزني يعيش زيك إن أنت محب إن أنت مخلص إن أنت أبونا إن أنت يعني سامع الصلاة وأنا حي مش وأنا ميت فحبه بإرادتي فتغير أنا وأنا ماشية مش بعد ما موت فلا ترحم على مية تنفع ولا مية سبيل تنفع ولكن الاختيار الإنساني كما اختار الله أن يحبنا ويرسل ابنه الوحيد ليخلصنا فالنهار دا أخوي وأختي المسيحيين اسما المسلمين الطالبين معرفة الله الباحثين عن الله صلح حياتك وقلبك وشارك اللي حواليك بخلاص الرب يسوع لأنه الوقت مقصر والله يتصرف مع الإنسان حسب قلبه قلبك انت وقلبه ليك الشيطان عايز يرفع عينك عن مسئوليتك ويشتتك في لعبة أمار بالأعمال والحسنات وانت في الآخر مش عارف في إيدك الكارت الصح ولا لأ أدي مثالتان انتو بتلعبوا أمار بحياتكم لكن مع الله ما فيش مقامرة هناك قداسة هناك محبة هناك خلاص هناك إله واحد هو محب البشر اقبلوا الآن اقدم له حياتك الآن اسأل عنه الآن علشان يكون خلاصك الآن الوقت مقصر النهاردة كنت بيصليلكم انه اليوم يكون يوم خلاص قولوا يا رب أنا بكل أحمالي جاي لك بكل أفكاري جاي لك ولكن أسألك انك تنتزع مني فكر الشر وقلب الشر وتعطيني قلب لحم يعرف محبتك ويقبل خلاصك في اسم يسوع قلوا زورني النهاردة يا رب في اسم يسوع خلينا نروح للفقرة اللي بعد كده هي فقرة المرأة والطفل وعلشان يعني كده ما توحشكوش الأستاذة فدوى مواهب خلينا نشوف التقليعة الجديدة في يعني درس الدين اللي هي بتعمله الحمد لله انه ربنا جمعنا هنا في درس زي ده بتحفوا الملائكة دلوقتي انتوا عرفين انه في انجلز بتبسكني سده نعم نعم لدينا الكثير من انجلز مش بس كده الملائكة كمان بتبلغ ربنا وبتقول له يا رب على فكرة فيه أطفال قاعدين في الحتة الفلانية وقاعدين بيذكروا اسمك يعني قاعدين بيقولوا يور نين فربنا يقول الله أنا بحبهم قوي فخلوا كل الناس تحبوه مش بس كده وكمان لو احنا خلصنا الدرس بعد ما منقوم لو اي حد عامل حاجة وحشة او عنده اي سيئة صغيرة الملائكة بتقول لكم كوموا مغفورا لكم يعني ايه كوموا مغفورا لكم يعني كل السيئات راحت وبقى مكانها فيه ايه حسنات واو ايه القفر التحفة اللي ربنا بتديهولنا ده هو الدرس اللي تحفة بصراح انا بطبسط بيها سده يعني بتحط افكار تورينا الخراب اللي جوه العقل الاسلامي واو عندنا افرتوح يعني انا معلش انا عارفة ان انا بتكلم انجليزي كتير في الحلقات فمش بتريق على ده بس بتحك على نفسي في نفس الوقت برضه فيعني ايه خليني اركز على نقطتين مهمين هنا هي بتقول انه الملائكة هتروح لربنا وتقول له على فكرة يا رب في اطفال حلوين هم قاعدين بيروحوا الدرس واحنا فرحانين قوي النومة في الدرس فاقولهم الله واو انا بحبهم كمان وخلي حشان كده خلوا الناس تحبهم هذا الاله منفصل تماما هو مش واخد باله ان فيه عيال تحت فالملائكة شغلتها انها تروح تقول له دي مش حقيقة معرفة الله الكامل كله القدرة كله الوعي كله الوجود ده يعني حاجة تخالف تماما شخص الله الله اللي في الكتاب المقدس بيقول انا معكم كل الايام طول الوقت انا شايف الكل الالف والياء القادر على كل مش محتاج ملائك يروح يقول له هو يرسل ملائكته علشان تعنى فيقول الكتاب كده يرسل ملائكته فاللي كان لا تصطدم بحجر رجلك يعني كنايا عن ايه انه الملائكة تساعدنا عشان احنا محتاجين مساعدة كبشر لكن مش عشان يروحوا يبلغوه وبعدين الملائكة بقى شوف بقى الملائكة في الاسلام هنا بتقول ايه مغفورة لكم خطاياكم كل سيئاتكم اتماسحت واو ايه القفر التحفة ده الملائكة لا تستطيع ان تغفر انت بتسممي عقول الاطفال المغفرة تأتي من توبة القلب مش مسح الزنوب ولا زيادة حسنات شايفين الفكرة دائما الامار موجود بحسناتك وسيئاتك الملائكة مش دورها انها تغفر الوحيد اللي قال مغفورة لك خطاياك كان هو مين؟ يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد هو فقط من يستطيع ان يغفر زنبك لانه الله انت بتدي فكرة عن عن الاله لهؤلاء الاطفال انه شيء يستخدم ايضا اوكايزيون فاتبو ومواهب عقلية الاطفال دي ونظرتهم ونظرتهم لله على انه يعني مش واخد باله وقعد بعيد وتعلمهم المقيدة مع الله من نعومة اظافرهم الكلمة دي انا بستخدمها كتير انكم بتقيدوا مع ربنا المقايدة مع الله خطية كبيرة لانك ليس لك ما تستطيع ان تعطيه لله كل ما عندك ملوث بالاسام ان لم تكن مغطى بدم يسوع المسيح فقط الذي اسمه فوق اسمه فوق كل الاسماء لانه الله الذي اقترب مننا اللي عاش اللي احنا عايشينه ففهم الخطايا اللي بتتعبنا وشاف ضعفنا البشري تعب جاع اكل شرب ولو قلت لا الله لا يمكن يعمل كده فانت تنقص من الله لان الله يستطيع كل شيء انت تنزهوا ما تنزهوش ده ده فكر عقيم يقلل من الله مش يزيد لي ازاي نعلم الاطفال المسئولية دائما دائما هتلاقي في كلام الست دي حاجة عن خلل في فهم المسئوليات خليني اخد مكالمة الاخ جون اهلا بيك اخ جون تفضل اهلا بيك اخو نجان تفضل الله يشهد مساكي وقواتفك يا اخ اماني باركك الرب اخويا اهلا بيك انا انا بتابعك من زمان ده شرف لي شكرا يا جون صلي زمان بتابعكم انا غيرت كل افكاري من خلال قناتكم رائعة ربي باركك بقى لك قد ايه بس الصوت عم يطي عندي اخ اماني اوكي بقى لك قد ايه انت عابر ولا مسيحي اصلا جون هو معانا ولا الخط وقع طيب جون لو سمعني اتصل تاني او لو ممكن انتو تتصلوا بيه اتصلوا بنفس الرقم اوكي ام فيعني انا بصلي انه يكون في فهم لقدرة الله الحقيقي علشان نقدر نربي هؤلاء الاطفال بصورة صحيحة لكن لو تربوا يعني بالصورة الاسلامية للفهم عن الله زيهم زي اللي بيربوهم اوكي خليني احط فيديو تاني الفيديو ده بقى يندرج تحت نظرية الزباب والعسل والحلوة المكشوفة والبرتقالة المقشرة وطبق الاكل الطعام المغطى ولا الغير مغطى ده ايه كناية عن الست اللي متغطية ولا مش متغطية لابسة ايه مش لابسة ايه الراجل ده بقى ايه على تويتر واحد كده فاكر نفسه زكي لكنه تجد انه مشوه الافكار تماما وازاي بيعلم الاطفال فكرة تزرع في الست او في البنت فكرة العار ومش فكرة القداسة ولا العفة شوف كده ايه رايك في لفس الشنطة كده لفس الشنطة كده نقول لهم الاول السلام عليكم قل لي روليو السلام عليكم يا بنات ويا ستات لفس الشنطة بالطريقة دي كده في النص كده غلط عيم حرام ليه ليه اظن انت فاهمة ليه السلام عليكم يا شاطر ده شوفت واحد اظن انت فاهمة ليه يعني يعني احرجنا بقى انا مش هتكلم اكتر من كده طب انت حضوريتك بتبص ليه يعني ده الست المحجبة بتبقى مثلا لابسة عباية او لابسة حاجة تحتها او لابسة حاجة فوقها ويعني فدوة مواهب هتلاقيها لابسة حاجات زي كده على طول بس هي لابسة عباية ولابسة مش عارفة حاجة بكم والبتاع الطرحة اللي نزلة مش عارف ايه طب انت ليه بتبص انت شايف اللي انت بتشاوري عليه تحت كل ده ليه ليه لان عقلك شوهوا الاسلام ان المرأة هي مصدر خطيتك البنت مش عورة ولبساها مش سبب خطيتك وبقت يعني نظرة الرجال للنساء دائما ملوثة بالشهوات دي مسؤوليتك انت دي عينك انت عايز بنتك ما تلبسش الشنطة كده علم بنتك لكن انت ملك وما البنات الناس حتى الشنطة عايزين عايزين نلبسها ازاي وليقولك شنطة حمراء ومسكة مش عارف ايه فاكرين الشنطة حمراء شيخي عقوب الغلط في مين والخلل في مين الغلط والخلل في هذه الافكار المسممة ان الست لازم تمشي لابسة خيمة علشان خاطر حضرتك مشاعرك ما تتحركش لكن من يسيطر على ما شعلك انت ما هو رجال المسيحين برضو بيمشوا في الشارع موطين في الارض اتعلموا انه يعني مش بقول كل الرجال المسيحين لكن في رجال مسيحين بقى فكرهم زي فكركوا بيتكلموا زيكم الله لازم يغير قلوبنا وافكارنا على حسب قلبه هو انه افكارنا وازهاننا تتجدد في المسيح زي ما الكتاب بيقول لكن فيه رجال قدسين مسيحيين ماشيين في وسط الستات لا بيبص دي لابسة ايه ولا قلعة ايه وبيعض على الشط ما بيبصش الستات وكل حاجة ليه لانه عينه على المسيح لا يفهم ذلك الا ما نختبره الست زي الراجل ده بيشتهي ودي بتشتهي ده عنده افكار شر ودي عندها افكار شر لكن المغير الوحيد والمقدس الوحيد هو الله الذي يعلم قلبك العفة الداخلية وانه محبة الله اللي جواك تغطي على كل ما يحدث في خارجك فلا تلوم اللي نفسك ان اخطعت ولا تقلب اللي الغفران من الله اللي نفسك ان اخطعت مش هذا التعليم العفن اللي يعفن قلوب وعقول الاطفال اطفال الطفلة دي هتبقى واحدة ست وانت مسؤول عن اللي بتعمله في قلبها لكن بصلي ان الله يغير قلبك انت كمان لم اقصد اني يعني احدد شخص بذاته لكن بكلم على مفهوم الله يحررك ويحرر اولادك من هذا الفكر انت وكل اخواتي المسلمين اللي بيسمعونا النهار ده خليني انتقل للفقرة اللي هتبقى اساسية في كل حلقاتنا النهار من الان فصاعدا وهي فقرة العابرين والرسالة للعابرين انا احتخط دي عشان الوقت الرسالة للعابرين عن موضوع الردة فكرة الردة وانه الناس اول ما يقال لينا هو انت انت مرتد والمرتد يقتل مع كلمة مرتد يأتي حكم اسلامي شيطاني بالموت لكن عايزة اقول اخواتي احنا لا نخاف الموت لانه لي الحياة هي المسيح والموت ربح لي احنا كنا ميتين والان نحيا لزي ما قال كده الاب في قصة الابن الضال قال ابني هذا كان ميتا فعاش لانه رجع لحضن الاب لانه رجع الى الحياة الحقيقية في بيت الاب وده مثل ليه كلية لما كنت مسلمة انا كنت ميتة بالحياة وكنت اتصرف كميتة بالحياة ده انا ليه حياة معاه ابدي من الان الى ان اراه سواء كان حيأتي على السحاب واراب عيني رؤية العيان امين في اسم يسوع نقول امين تعالى ايها الرب يسوع لان ده رجعنا او بعد الانتقال اصبحنا لانا خاف الموت حقيقة اسأل نفسك انت خايف من الموت الموت ادى من ادوات الشيطان اكي لكن هدفه ان الانسان كان يموت جسديا وروحيا لكن الله النهاردة ادالك حياة وادالك حياة ابدي فيه يموت الجسد وتبقى الروح يموت ان موت عن العالم فنبقى متصلين بالله من هنا الى النارى الله اداكم ادوات سلطان في الحياة معاه ادالك انا وانت سلطان اننا نكسر اي لعنة باسم المسيح من من يقول من يقول لنا انتم مرتدين وانكم المرتد يقتل ده بيرمي علينا لعنة عايز يرمي عليك لعنة الموت اللي الشيطان عايزك تفضل عايش فيها وتفكر فيها فالشيطان يقول لك اذا خرجت انت ميت والحقيقة انت خرجت فانت الان حي في ملكوت الله من الان في حياة ابدي فلازم نكسر هذه اللعنة ونرفضها وهناك الكثير من اللعنات اللي بتيجي معنا كده من الافكار الاسلامية في ان انا افضل في يعني هكلمكم في العديد منها النهاردة عايزة اركز على انت لست مرتد انت عائد الى حضن الاب ليس عليك لعنة في اسم يسوع وصلي الان واقول يا رب احنا نكسر لعنة الموت التي يضعها الشيطان على العابرين ليس لأحد سلطان على اروحنا ولا نفسنا ولا افكارنا لان لانك ما عملك بمحبتك بمحبتك انت التي نستطيع ان نقول اننا نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوين فمن يقول لك انك مرتد قل له انا عائد الى حضن الاب انا عابر من الموت الى الحياة ولن يستطيع ان يأخذك احد من يد المسيح المسيح في يوحن 17 اهل كده محدش يقدر ياخدكم من ايدي اللي الدهون الاب انتو هتفضلوا دايما معايا اكي الشيطان عايزك تخاف لكن الرب بيقول لك ان هو قوتنا وحسننا ويقول لك انقام علي جيش فلا يضرني لا يغلبني ليه لاننا ابناء الله فما نقبلش ابدا اللعنات ولكن نعلن بقوة الله انك انه لك ولك حياة ابدية في المسيح انتم عائدون لحضن ابانا السماوي عايزة اقول لكم اقراركم بعض الايات الكتابية اللي منها تفهمه انه مين مصدرك مين مين المصدر كل شيء في حياتك مصدرك هو الله الام اللي قال لك كده انا القرمة وانتم الاغصان بيقول كده في يحنة خمسة انا القرمة وانتم الاغصان فمن يثبت في واثبت انا في ينتج ثمرا كثيرا فانتم لا تستطيعون ان تفعلوا شيء بدوني انا عايزاكو تحطوا الاية دي قدامكم وتعرفوا انه لما المسيح يقول انتم بتقدروش تعملوا حاجة بدوني انت عارف ان الروح القدس ساكن فيك فلما تبقى تعبان ومش عارف تتصرف وخايف ومتقلم ومش عارف تفكر تقول له رب انا ارتكز على هذه الاية لا استطيع ان في كرمة يسوع المسيح انت جزء من الجسد انت ثمر محبة الله ايه واعتنسى ده افتكر انه المحبة مصدرها الله بيقول كده احبائي ليحب بعضكم بعضا لان المحبة تأتي من الله وكل من يحب يكون ابنا لله ويعرفه اما من لا يحب فان لم يعرف الله فانه لم يعرف الله لان الله محبة انا بقول لكم الاية دي عشان تفتكروا انكم مش بس تحبوا الله هو مصدر المحبة كله مش بس تحبوا الاخواتكم في الايمان ولكن من يضطهدوكم واهلكم واللي مش فاهمين واللي مش عارفين واللي ضايعين واللي مش عارفين الحياة تحبوهم الى المسيح وانه الله له ثمار في حياتك ثمار الروح بيقول كده اما ثمار الروح فهو المحبة الفرح السلام الصبر اللطف الصلاح الامانة الوداعة ضبط النفس ولا توجد شريعة تمنع هذه الامور مفيش حاجة تقدر تمنعك انك تحمل هذه الثمار انعشت في المسيح بشجعك انه ده يكون حياتك في النهاية بقولك وبقولك سلام الله الذي يفوق كل قلب وكل عقل يحفظ قلوبكم في يسوع المسيح دستورك ودستوري الكتاب المقدس والحياة مع يسوع المسيح عشان تعرفوا حقوقكم في كأبناء وتستمتعوا بمحبة ابوكم السماوي وتغفروا كما غفر وتصلوا كما صلى وتستخدموا سلطان الله الذي فيكم كما وهابكم هو نفسه لأن العدو الحقيقي إبليس مهزوم في اسم يسوع المسيح كل المحبة لكم أصلي أن كلمة الله تسمع فيكم اليوم وأنكم تصلوا لجميع من حولكم حتى يعرفوا خلاص يسوع المسيح إلى اللقاء في حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر